أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي رفعت التقرير الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة عبر منصة الأمم المتحدة الإلكترونية باعتبارها نموذجا مثاليا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأضاف الحمر أن التقرير تضمن كلمة افتتاحية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله أشهد فيها بالجهود التي بذلها أبناء الوطن في مختلف القطاعات لتحقيق مزيد من الإنجازات التنموية بالأخص التقدم المنجز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والتي تعد من مرتكزات برنامج الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع معدلات تنمية البشرية وتطبيق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة وفق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بإسهاماتها الدولية الفاعلة في تحقيق الإنجازات التنموية واضعة الإنسان هدفا وغاية للتنمية الشاملة ولفت الحمر إلى أن سموه نوها خلال الكلمة أن المرحلة المقبلة تستوجب تعزيز السياسات التنموية الشاملة ومواصلة تطبيق الخطط الحضرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية